مع تعثر جهود التهديئة في قطاع غزة واستمرار التصعيد بين حركة حماس وإسرائيل التي تواصل قصفها الجوي والمدفعي على القطاع أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء مقتل ثلاثة من جنوده خلال المعارك الدائرة في القطاع الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن ضابطا وجنديين قتلا في المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة ليرتفع بذلك عدد القتل الإسرائيليين الذين أعلن عنهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى ثمانية بين جنود وضباط وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده وإصابة ثلاثة وأربعين آخرين في معارك غزة ليرتفع عدد قتله منذ بدء الهجوم البري إلى مائة واربعة وستين جنديا واربعمائة وثمانية وتسعين منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي يأتي ذلك فيما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجيش يستعد لإقامة منطقة عزلة غرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل مشيرة إلى أن ذلك سيكون بالاعتماد على القوات النظامية بعد تسريح جنود الاحتياط ضمن المرحلة الثالثة من الحرب وبحسب التقارير فإن هذا التوجه جاء مع وصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديمير إلى الولايات المتحدة وعقده اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب مسؤول بالبيت الأبيض قال إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليمان ناقش مع دير مير مرحلة ما بعد الحرب في غزة بما في ذلك الحكم والأمن إضافة إلى الجهود المبذولة لإعادة الرهائن والانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب ترجمة نانسي قنقر